من غزة ينضم إلينا عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سيد عصام ما هو المردود لمثل هذه العمليات العسكرية على المواطن في غزة وتحديدا من الناحية الاجتماعية والنفسية والتاريخ لم يبدأ منذ ثلاثة أيام مع العدوان الأخير على قطاع غزة العدوان متواصل منذ عقود على القطاع أولا هناك حصار مشدد غير مسبوق له تأثيرات خطيرة وكارثية على مختلف مناحة حياة الفلسطين ضحايا ذلك الحصارهم على وجه خصوص الأطفال والنساء إضافة إلى عموم المجتمع من إفقار وبطالة ومع إلى ذلك ثم هناك ثلاث حروب شنت على قطاع غزة في أقل من ثمانية سنوات وبالتالي يأتي العدوان الأخير استمرار لحالة الخطيرة القائمة في قطاع غزة انعكاس ذلك هو إيقاع مزيد من الأذى في صفوف المدنيين الفلسطينيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي وزيادة أو غياب الأمن الشخصي للمواطنين وغياب الأمن الاقتصادي لأن الأوضاع أصبحت كارثية بشكل غير مسبوق أولا لا أحد يتوقع ما سيكون عليه الحال بعد نصف ساعة في قطاع غزة هي منطقة عصية على التنبؤ بما سيكون عليه هذا يلقي بتبعات خطيرة جدا على كل المواطنين وعلى الفئات الهشة في المجتمع وبالتالي يعني العدوان قد يتجدد الإسرائيليين ليسوا بحاجة إلى أسباب للقيام بذلك وبالتالي مشهد الجريمة سوف يتكرر مرة ومرات ونحن هنا نقول بأن الأسوأ قادم دائما نقول الأسوأ قادم والأسوأ يأتي ولا أحد يحرك ساكنا ثم من جهة أخرى أن حالة الحصار أيضا تحول دون القدرة على ترميم أثار هذا العدوان وعلى الجميع الأثار النفسية خطيرة جدا على الأطوال يعني يكاد يكون 95% من مواطني غزة هم يعيشون مرحلة ما بعد الصدمة لكم أن تتخيلوا عندما يعني تمتلئ سماء غزة بالطائرات وتقصف شمالا وجنوبا وأنه لا يوجد هناك ما هو محصن وغزة هي في نهاية الأمر أكثر منطقة فيها اكتضاء سكاني 360 كيلو متر الجغرافية والديموغرافية ما يزيد عن 2 مليون نسم هي الأكثر اكتضاء ولكم أن تتخيلوا عندما تقصف منازل وعندما تقصف منشآت مدنية الحرب السابقة على سبيل المثال يعني قصفت منازل على رؤوس ساكنيها وأبراج على رؤوس من يقطنها وقصفت دون عبادة ومحطات صرف صحي حتى الأنروا مرافق الأنروا وكالة الغوات الدولية والأمم المتحدة التي ترفع العالم الأزلاق قصفت وقصف معها من لجأ إليها عندما أجبر على النزوع من مناطق سكنها في شرق غزة وشمال غزة وبالتالي الحالة القائمة هي انعدام كامل للأمن الشخصي حالة من التراومة صدمة ما بعد الصدمة يعيشها سكان القطاع والوضع الاقتصادي خطير جدا حتى ترميم ما دمره الحرب العدوان الأخير يحتاج إلى سنوات حتى تعود المواطنين إلى بيوتهم نحن الآن في فصل الشتاء وهذا يلقي أيضا بما هو أخطر على عموم المواطنين وبالتالي الوضع في أسوأ حالته العدام للأمن الشخصي والأمن المعيشي بشكل خطير جدا هل هذا يؤدي إلى اليأس أو الإحباط أم يؤدي إلى مزيد من الكراهية للعدو أو للظروف التي أدت إلى ذلك يعني ألا شك أن هذا يؤكد مرة أخرى بأن هناك احتلال دائما ما يوقع الأذب المواطنين المواطنين في غزة يعلمون جيدا البوصلة لا تتوه أبدا أبدا مهما كانت المشاكل الداخلية كبيرة وتبدو أنها عظيمة وحالة انقسام داخلي وحالة موافقة وعدم والمناسبة الفلسطينيون يعني نادرا ما توافقوا على فعل ما عام يعني سواء كالتفاوض أو المقاومة دائما هناك اختلاف ولكن ذلك لا يفقدهم فكرة أن البوصلة واضحة وأن هناك من يقوم بفرض الحصار وأن هناك من يقوم بالقاتل وهناك من يقوم بالاستيطان وتهويد المدينة المقدسة وما هو متأصل في العقيدة الإسرائيلية وهو مدرك بالنسبة للفلسطينيين هي فكرة لوم الضحية بمعنى أنه دائما الفلسطين يتحمل المسؤولية عن دمه يتحمل المسؤولية عن القصف يتحمل المسؤولية عن الحصار المفروض وهو نوع من الهديان الذي لم يعد مقبول وبالتالي الفلسطينيون الاحتلال على جلودهم الاحتلال عاد الانتشار من غزة في عام 2005 خرج من الأبواب وعاد إليهم من الشبابيك وهو موجود في غرف نومهم في تفاصيل حياتهم في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وبالتالي الموضوع ليس موضوع يأس لا شك أن هناك يأسا من المجتمع الدولي وإحباطا كبيرا من تفاعل المجتمع الدولي مع ما يحدث هنا ترك المدنيين على هذا النحو الخطير دون حد أدنى من المسائلة والمحاسبة ومرة أخرى كما نقول دائما لأن الكلمة المفتاحية هنا هي المحاسبة غياب المحاسبة يؤدي إلى ما هو خطير وما هو سيء وهو يعطي تفسيرا لماذا يتكرر مشهد الجريمة في هذا المكان من العالم على هذا النحو الخطير وبالتالي يعطي الفلسطينيين أملا دائما بأنهم أصحاب حق وبأن هناك من هو متسبب في الجريمة وهو الاحتلال ولكن أيضا هناك حالة أسواق نوط من المجتمع الدولي ومن عدم عمله الجاد لرفع الحصار ولرفع عيادة العدوان عن الفلسطينيين وتوفير الحماية للسكان المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية سيد عصام يونيس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان كنت معنا من غزة شكرا لك